ابرز العنويين التي تدولتها الصحف الخليجية اليوم حول قطع كل من السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر صحيفة الرياض عنونت المملكة تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر صحيفة المدينة السعودية عنونت انهاء مشاركة قطر في تحالف دعم الشرعية باليمن بسبب دعمها القاعدة وداعش اما صحيفة عقاد فقد عنونت تحدثت عن وسم سمعا وطاعة يؤكد التفاف السعوديين مع قادتهم ودعمه للقرارات الحكيمة التي تصب في صالح المملكة ودول الخليج العربي صحيفة البيان كتبت مقالا بعنوان الاستشاري الاستراتيجي هالشعب القطري سيظل جزءا لا يتجزأ من امن حاضنته الخليجية صحيفة الاتحاد كتبت بسبب سياسات حرضت للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات ارهابية وطائفية السعودية والبحرين تقطعان علاقاتهما الدبلوماسية والقنصلية مع قطر اما صحيفة الامارات اليوم فعنونت الامارات تقرر قطع العلاقات مع قطر صحيفة القبس الكويتية عنونت اليوم جسر صيني بخمسة عشر ممرا وخمسة طوابق انجز مؤخرا جسر مذهل خارج مدينة تشونكوينغ الصينية ويتكون هذا الجسر من خمسة عشرة ممرا وخمسة طوابق يمتد الجسر الى نحو ثمانية اتجاهات ويعد من اكثر الجسور تعقيدا كما اصبح مثار تعليقات السكان واخيرا صحيفة النهار اللبنانية عنونت تسلق قمة افرس مرتين في اسبوع واحد حقق متسلق اسباني مؤخرا رقما قياسيا جديدا ببلوغه قمة افرس مرتين في اسبوع واحد وانطلق المتسلق في رحلته الثانية السبت الماضي من معسكر على ارتفاع ستة الاف وخمسمائة متر ووصل الى القمة بعد سبعة عشرة ساعة موسيقى